في عندنا هنا بقى ايه كرسيتين الكرسة الاولى في تكليف استاذ دكتور ابراهيم محمد السعيد راجح بادارة مستشفى جامعة بنا انا عندي مستند يعني قديم شوية من سنة 2004 يعني من سنة 2004 هبديتكلم في حوالي 14 سنة وروني جماعة القرار رقم 1403 قرار 1403 بيقول ايه بيقول يحال السيد الدكتور ابراهيم محمد السعيد راجح هو هو اه هو هو ابراهيم محمد السعيد راجح يحال السيد الدكتور ابراهيم محمد السعيد راجح المدرس كان وقتها مدرس بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية باثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب البشري فرع الجامعة ببنها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لأنه بوصفه السالف وصفه السالف يعني بوصفه كمدرس في كلية الطب خالف واجبات ومقتضيات الواجبات الملقاة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأنه قد نأى بنفسه عن الالتزام بالأمانة العلمية من أجل تقديم بحث ضمن أبحاثه للترقية ليس له في نسبته إلا إلى نفسه وذلك على النحو الوارد تفصيلا به كذا 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 يبقى إذن دكتور إبراهيم محمد السعيد راجح كان في 2004 محال إلى التحقيق بتهمة يعني عدم الالتزام بالأمانة العلمية وعدم الالتزام بالأمانة العلمية دي معناها ببساطة يعني أنه نسب بحث لنفسه ليس بحث لما سألنا الأسازة الأدام فيه كلية الطب قالك دي عقوبة كانت في ملفه وتشالت في 2011 يعني اتحقق معاه وعوقب والعقوبة دي كانت في ملفه ورفعت هذه العقوبة في 2011 يعني ان رفعت إداريا يعني زي ما يكون مثلا حد كان عليه عقوبة والعقوبة دي سبقى في سجله وبعد كذا سنة السبقى بترفع لكن بيظل هذا الشخص اللي تولى الإشراف أو تولى إدارة مستشفى بينها الجامعي يعني بعد الكرسى التي حدثت فيها هو شخص اتهمة في الجامعة بأنه يعني لا يقدر أو لا يلتزم بالأمانة العلمية يقول لنا برضو رئيس الجامعة الكلام ده يعني احنا عندنا قرار لكن يقول لنا برضو هل مثل هذا القرار كان يجب أن يحول بين أن يتولى الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد سعيد راجح من المسؤولية الجديدة ولا لا